مع تقرير في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة واستمرار لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة تكسيف الجسر الجوي لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضرر السيول بجمهورية السودان أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بكميات كبيرة من المواد الغدائية والمستلزمات الطبية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الشعب السوداني الشقيق لتخفيف العبء عنهم في محنتهم الحالية خلينا نروح نشوف تقرير مفاصل مشاهدينا ونرجع نكمل بقى أخبارنا خليكم معنا في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة واستمرارا لتنفيذ توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة تكثيف الجسر الجوي لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضرر السيول بجمهورية السودان أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الشعب السوداني الشقيق لتخفيف العبء عنهم في محنتهم الحالية وأعرب المسؤولون من الجانب السوداني عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمصر قيادة وشعبا وجيشا على المساعدات المقدمة وأهمية تلك المساعدات في تجاوز أزمة السيول التي اكتاحت البلاد مؤخرا مؤكدين على أن المساعدات المصرية تشير إلى اهتمام مصر بأشقائها من الدول العربية والإفريقية تأتي تلك المساعدات تعبيرا عن دور مصر المحوري والهام تجاه أشقائها في مواجهة الأزمات والتحديات موسيقى